خطوة كبيرة وجريئة أقدمت عليها لجنة المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء بإعادة نازحي قضاء بيجي اليوم بدأت الخطوات الفعلية بعد استكمال إجراءات الأمنية لعودة هؤلاء النازحين في القضاء بأربع قرى مهمة وكبيرة في قضاء بيجي حقيقة هناك تعاون كبير واضح ما بين قوات القيادة الحجر الشعبي ولجنة المصالحة الوطنية التي أمر بها السيد رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع اليوم بدأت الخطوات الفعلية بعودة هؤلاء في قضاء بيجي نأمل من الحكومة المحلية أن يكون هناك تعاون كبير من أجل إعادة ملف الخدمات في هذه القرى حيث البنية التحتية تقاد تكون معدومة لم تكن منتهية تماما بسبب العمليات العسكرية التي جرت في هذا القضاء بعد احتلال دلاء داعش لجميع مناطق قضاء بيجي